بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ في هذه الحصة الدرس الثاني اللي عنوانه Energy Transfer and General Energy Analysis يعني الطاقة تبادل الطاقة ودراسة عامة للطاقة فقط قبل أن نبدأ أول محاطرة أود تذكيركم بالشابتر وان أو الدرس الأول الذي درسنا فيه أساسيات الديناميكا الحرارية وتم خلاله تعريف بعض خواص اللي راح تستعمل إن شاء الله في علم الديناميكا الحرارية وأيضا تم تعريف في البداية SIUNIS أو النظام العالمي للوحدات اللي قلنا يتكون من سبع وحدات أساسية بداية هذه المحاطرة نبدأ بتعريف Another Word كلمة أخرى وهو لب موضوع الديناميكا الحرارية وهذه الكلمة هي Energy أو ما يعبر عنه بالطاقة Energy أو ما يعبر عنه بالطاقة ويرمز إليه بحرف A Energy has been defined يعني الطاقة تم تعريفها as the capability to produce an effect هي القدرة على إنتاج أو توليد حدث In the international system of units SI Energy is measured in joules في النظام العالمي للوحدات يتم قياس الطاقة بجولس ويرمز إليه بحرف J capital ولكن هناك وحدات أخرى other means as a kilowatt hours and kilocalories are customary يعني يمكن استعمالهم فمثلا في إنتاج الكهرباء يمكن استعمال الوحدة الأساسية kilowatt hours بالنسبة لجسم الإنسان نقول دائما سعر حرارية أو كالوري سعر حرارية أو كالوري هنا فقط بالنسبة لكالوري ترمز إليه بحرف أو ثلاثة أحرف C A L 1 كالوري يساوي 4.18 جول بالنسبة لكيلوات أورس بالنسبة لكيلوات أورس تكتب أو يستعمل الرمز KWH كيلوات أورس وتساوي تقريبا تساوي تقريبا لو أخذنا واحد وات أورس واحد وات أورس يساوي ثلاثة ألاف وستمائة جول واحد وات أور يساوي ثلاثة ألاف وستمائة جول لو أخذت واحد وات ساكند يساوي واحد جول واحد وات أور زي ما شفنا الحين إما نستعمل أخذت أو أخذت يساوي ثلاثة ألاف وستمائة جول واحد كيلو وات أور يساوي ثلاثة ألاف وستمائة في عشرة وثلاثة جول هذن الوحدات المعادلة للجول التعريف اللي بعد اللي هو تعريف Potential Energy Potential Energy هي الطاقة الناتجة على موضع الجسم وتكتب بهذه الطريقة وترمز إليه بحرف P E Potential Energy بما أنها طاقة فوحدتها الأساسية تكون إيش الجول يتم تعريف Potential Energy على حسب المعادلة هنا Potential Energy is equal M G Z زي ما قلنا الوحدة الأساسية Potential Energy هي جول الماس كيلوغرام زي ما هو مكتوب هنا G وحدتها الأساسية متر per second square و Z اللي هو Position أو Elevation Relative to the surface of Earth or High Relative تسم Reference و وحده الأساسية متر يعني ارتفاع على مستوى معين من الأرض أو الارتفاع على مستوى سطح البحر زي ما مستعمل عادة سم Reference فإذا هنا نقدر نقول أنه الوحدة الأساسية حق Potential Energy هي جول تساوي كيلوغرام ضرب G هي متر على second square ضرب الوحدة الأساسية هي متر وتصبح الجول تساوي كيلوغرام في متر مربع على second مربع هنا نكون خلصنا المحاضرة هذه فقط يجب أو يستحسن طرح السؤال هل الجول هي Derivate Units أو Based Units فإذا كانت Derivate Units هل ممكن أعطائي كم تساوي بحساب Based Units موسيقى